موسيقى السلام عليكم نشرة الخبار نبدأها بالعنوين موسيقى بالتعاون مع القوات الجوية الروسية تدمير مقارة للإرهابيين ومواقع لإطلاق الطائرات المسيرة في ريف إدلب موسيقى لا هدنة جديدة اشتباكات عنيفة في السودان بين الجيش والدعم السريع موسيقى موسيقى دمر الجيش العربي السري بالتعاون مع القوات الجوية الروسية مقارة ومستودعات للإرهابيين ومواقع لإطلاق الطائرات المسيرة في ريف إدلب بما فيها من أسلحة وذخائر وطيران مسير وقضت على عشرات الإرهابيين وأقالت وزارة الدفاع أن العمليات النوعية جاءت ردا على الاعتداءات التي نفذتها المجموعات الإرهابية خلال الأيام الماضية على رفيحما واللاذقية والتي راح ضحيتها عدد من المدنيين فيما بيّنت الوزارة أنه تم تدمير مقار للإرهابيين ومستودعاتهم في ريف إدلب بما فيها من أسلحة وذخائر ومقتل عشرات الإرهابيين من بينهم متزاعمون استشهد أربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي وأصيب أخر بجروح في كمين لإرهابيين قرب دوار الجمل في بلدة لمزاريب بريف درع الغربي وذكر مصدر في قيادة شرطة درع أن الكمين الأرهابي وقع أثناء توجه دورية لعناصر من الشرطة من مدينة درع إلى طفس لتأمين المراكز الامتحانية وبيّد المصدر أن الإرهابيين أطلقوا النار بكثافة على الدورية ما تسبب باستشهاد وإصابة عناصرها مصدر في مستشفى درع الوطني أوضح أن المستشفى استقبل جثامين أربعة شهداء فيما يتم تقديم العلاج اللازم لعنصر مصاب بجراح خطيرة اعتدى مستوطنون على الفلسطينيين في أمصفة بالضفة الغربية وأحرقوا عشرة منازل وسبعة مركبات ووفقا لمصادر محلية تمكنت فرق الإطفاء من إخماد حرائق في ثلاث منازل في ثلاثة منازل وإنقاذ طفل وأخلاء عائلة تتكون من ثمانية أفراد أصيبوا بالاختناق وفي السياق ذاته نددت وزيرة الصحة مي الكيلة باعتداء المستوطنين على مركبة إسعاف تقل مريضا قرب قرية أمصفة وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الطواقم الطبية وأبناء الشعب الفلسطيني من إرهاب المستوطنين الذي يتم تحت غطاء من قوات الاحتلال أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على مناورات فجر 2023 والتي تم خلالها تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية واستخدمت القوات الجزائرية خلال المناورات أسلحة روسية ثقيلة إلى جانب منظومة تور الصاروخية تجددت اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع لليوم الثاني في محيط مقر رئاسة قيادة الاحتياطي المركزي جنوب الخرطوم وفيما قصف الجيش شرقية العاصمة تجمعات للدعم نفذ قصفا جويا ومدفعيا على مواقع الدعم بالحلفة يا شمال الخرطوم من جهته رد الدعم بالمضادات على حركة الطيران جنوب أمدرمان كما زعم أنه أسقط طائرتين للجيش الذي يعاني من نقص حد في الأسلحة والذخائر بسبب الحصار المضروب عليه وعلمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني هذا لسان حال الجيش السوداني اختراع قوات مساندة لمواجهة حركات التمرد بغرب السودان لم يكن قرارا حكيما اليوم لا هدنة تنفع ولا اتفاق ولا وساطة وكل محاولات إخماد اللهيب باتت بالإخفاق وكأنها زيت يصب على النار فيفاقم عدد القتلى والجرحة بعد شهرين من الصراع الدائر يشعر عناصر قوات الدعم براحة أكبر كل يوم للتحرك في الأرجاء والشوارع تحديدا بعد أن تركت أجزاء كبيرة من الخرطوم تحت سيطرتهم ومع حقيقة أن الجيش يتكون من حوالي 200 ألف جندي أي ضعف حجم الخصم فأن عناصر الدعم هي الأكثر حضورا في شوارع العاصمة يجبون المدينة بسيارات مسروقة علّها تحميهم من ضربات الجو السلاح الأنجع للجيش ومع ذلك لم تتمكن تلك الضربات من منع تقدم الدعم السريع في الخرطوم وبحري وأمدرمان المتحدث باسمهم يقول أن أشاوس قواته أسقطوا طائرتين سوخوي 24 وميك تابعتين للجيش وعلى الجانب الآخر أشار المتحدث باسم القوات المسلحة إلى أن الميليشيا المتمردة قامت بثلاث محاولات للهجوم على قوات الاحتياطي المركزي جنوب الخرطوم وتم دحرها جميعا المعارك التي أوقعت منذ اندلاعها حتى الآن أكثر من ألفين قتيل لم تتوقف في ظل عدم الإعلان عن أي هدنة جديدة بين طرفي الصراع وتواصلت في شمال كردفان وفي وسط أمدرمان مسفرة عن قتيل وستة جرحة ومع انسداد الأفق الدبلوماسي وتعليق واشنطن جهود الوساطة التي كانت تقوم بها مع الرياض والتي كانت تهدف إلى توفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية تتواصل معاناة المدنيين وبلغ عدد النازحين مليوني شخص في مختلف أنحاء السودان تزامن مع خروج نحو ثلثي مرافق الرعاية الصحية من الخدمة في مناطق القتال أعلنت السلطات روستوف الروسية أن قافلة من آلياتها بالإضافة إلى مقاتلين من فاغنر غادرت أراضي المقاطع وتوجهت إلى معسكرتها الميدانية وفيما تم طي ملف العسيان الذي قاده مؤسس فاغنر ريفجين بريكوجين باختياره مغادرة روسيا إلى بيلاروس عادت حركة المرور على الطرقات إلى طبيعتها في مقاطعة ليبيتسك وكالوغيا وفورينغ أعلنت الدفاع الروسي أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل محاولاتها الهجوم على محاول دونسك وكرازني ليمن وجنوب دونسك وزاباروجيا وفيما صد الجيش أربعة عشر هجوما تكبل العدو أكثر من ثمانمائة قتيل على مختلف المحاور خلال أربع وعشرين ساعة صدت قواتنا عشر محاولات هجومية للقوات الأوكرانية قرب مدينة أرتيومويذيسك كما صدت أربع هجمات في دونسك وخلال الاشتباكات تم التصفية أربعمائة وثلاثين عسكريا وفي محور كراسني ليمنسك صدت قواتنا أربع محاولات هجومية في لوغانسك ودونسك ونتيجة الاشتباكات تمت هزيمة وحدات لوائين كما تم إحباط أنشطة مجموعتين تخريب أوكرانيتين والتصفية ما يصل إلى 130 جنديا أوكرانيا كذلك شهد محور زاباروجيا تصفية أكثر من 170 جنديا أوكرانيا وفي محور كوبينيسك تم تصفية ما يصل إلى 25 جنديا بينما شهد محور خيرسون تصفية 50 جنديا أوكرانيا وصلت حاملة طائرات أمريكية إلى فيتنام بعد أسابيع من احتجاج هانوي على إبحار سفن صينية في مياهها ويتزامن وصول الحاملة رونالد ريغن إلى ميناء داننغ مع احتفال الولايات المتحدة وفيتنام بذكرى مرور عشر سنوات على الشراكة الشاملة بين البلدين هذا وعمل مركب مسح صيني وسفن عدة على مدى أسابيع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لفيتنام في بحر الصين الجنوبي ما دفع الخارجية الفيتنامية لإصدار أوامر لها بالمغادرة فورا فيما تطالب بكين بالجزء الأكبر من الممر المائي الغني بالموارد رغم مطالبات موازية من دول أخرى بينها فيتنام والفلبين وماليزيا تذكير بالعنوين بالتعاون مع القوات الجوية الروسية تدمير مقار للإرهابيين ومواقع لإطلاق المسيرات في ريف إدلب لا هدنة جديدة اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وإحباطوا 14 هجوما مضدا أوكرانيا في مناطق العملية الخاصة الروسية إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة